من على طاولة اجتماعه بالمجلس الأعلى للجيوش خرج الرئيس التونسي قيس سعيد ليفسر أبعاد إجراءاته لاستثنائية المعلنة قبل أشهر محذراً من الفوضى ومتعاهداً بحماية المصاري الديموقراطي والحقوق والحريات وتطبيق القانون لم يقع المساس بالحريات إطلاقاً وبالحقوق إطلاقاً وتم التعامل مع كل هذه التجاوزات وبكل مرونة ومع ذلك يقولون أن الإجراءات التي تم اتخاذها يوم الخامس والعشرين من جوليا هي إجراءات تمس بالحقوق والحريات الرئيس التونسي خصص جانباً مهماً من كلمته للرد على منتقد قراراته الاستثنائية مشدداً في رسائل للداخل والخارج على أن بلاده ليست لقمة سائغة لأحد إذا تم الاتفاق على الحفاظ على الدولة التونسية أما من يعمل لضرب الدولة ولضرب مؤسساتها ومحاولة التسلل إلى القوات الأمنية والعسكرية فواهم كانوا يريدونه في البداية وقد عملت معهم بما أتعامل مع الجميع بالاحترام والتقدير ولكن كانوا يريدونه أن يجرونني إلى مستنقعاتهم لكن معارض سعيد لا ينفكون ينتقدون قراراته منذ أن أعلن عنها الصيف الماضي وسط مطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة يكون بها حسن الخروج من الأزمة السياسية الراهنة